اشتركوا في القناة ان العراق قادر على صنع المعجزات ومواجهة التحديات في احلك الظروف واضافت ان ابناء شعبنا الكريم جسدوا في ملحمة تحرير ام الربعين والاراضي المحتلة ابرز وانبل معاني الوحدة ورص الصفوف ووجهت تحية عرفان وتقدير للقوات العسكرية والامنية التي سجلت باحرف من نور تاريخا جديدا سيبقى صادحا على مر العصور والازمان بقدرة العراق وشعبه كما وجهت تحية اجلالا واكبار لمن وضعوا بدمائهم خطة تحرير الارض شهداء الابرار وجرحان الذين بذلوا ارواحهم في سبيل ان تبقى راية العراق خفاقة في سماء العز والكرامة اكد رئيس المركز المشترك لاستخبارات وامنينوى اللواء الركن عبدالخالق الخيكاني اكد في الذكرى الثالثة للانتصار على تنظيم داعش ان القوات المسلحة الباسلة طهروا في مثل هذا اليوم البلاد من دنس الارهابي من خلال عملية التحرير الممتدة لكل المحافظات والتي بدأت منذ عام 2014 واستمرت حتى التحرير في ظل ظروف صعبة واشار الان الشهداء الذين ضحوا بانفسهم لتحرير العراق سيبقون خالدين في الذاكرة ووجه دعوة للحكومة المحلية في محافظة نينوى ان تنظر لعوائل الشهداء وتقدم الدعم لهم اكدت قيادة عمليات غرب نينوى المضية بتنفيذ اتفاق سنجار وحماية الحدود العراقية السورية وقال قائد العمليات لواء الركن جبار الطائي ان هناك اتفاقية ابرمتها الحكومة الاتحادية مع اقليم كردستان العراق بشأن قضاء سنجار ونحن جادون بتنفيذها مؤكدا ان الوضع في سنجار مطمئن ومسيطر عليه واشار الى تحويل ملف حماية الحدود العراقية السورية الى قيادة الفرق السادسة الشرطة الاتحادية مؤكدا وجود تنصيق كبير بين قيادة الفرق السادسة وقيادة عمليات نينوى بفرقتيها 25 و20 وهناك تنصيق كبير مع الحكومة المحلية بشأن الوضع الامني في محافظة نينوى أكد وزير الدفاع التركي خلو سكار أن التهديدات المحدقة بتركيا في الداخل والخارج كبيرة ومن بينها مواجهة التنظيمات الإرهابية وأضاف نحن مصممون على إنقاذ الأمة من ويلات الإرهاب وقتالنا ضد التنظيمات الإرهابية سيستمر حتى يتم تحيد آخر إرهابي وقال أن تنظيم البيكيكي يحاول البقاء في شمال العراق ونضالنا ضده سيستمر بالانقطاع مشيرا إلى تنفيذ 28 عملية خلال شهر نوفمبر الماضي صادقت محكمة التمييز الاتحادية على شمول نعيم ذاجيل الربيع وزر الاتصالات في حكومة عادل عبد المهدي بإجراءات الهيئة العلية للمساءلة وسندت المحكمة في قرارها على أنه كان يشغل منصب عضو فرقة في حزب البعث وباعتراف منها كما هو مدون بسيرته الذاتية في العام 2004 وكان الربيع قد قدم طعنا سابقا بعد أن رافع برلمنيون دعوة ضده إلا أنه بالقرار الآن في قد نقض الطعن اتفق وزير النقل ناصر حسين الشبلي مع وزير الطيران المصري محمد منار على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالة النقل الجوي والطيران المدني وتوقيع عدد من ألاف ومذكرات التفاهم بين البلدين بما يسهم في زيادة الحركة الجوية والشحن الجوي ونقل الخبرات وفتح المجال لزيادة فرص الاستثمار داخل قطاع الطيران المدني بينهما وفد سفير العراق في القاهرة أحمد نايف الدليمي إن زيارة وزير النقل لمصر جاءت لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة أثناء زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى بغداد مؤخرا اتهم المواطنون في حي الرسالة بأيمن الموصل الحكومة المحلية بهدر الأموال المخصصة لإعمار المحافظة وعبروا عن استيائهم من عدم رصد هذه التخصيصات المالية للارتقاء بواقع المدينة وتحسين الخدمات أمام استمرار الدمار والخراب في مدينة الموصل والمناطق التي دارت بها معارك التحرير فالواقع الخدمي بحي الرسالة كغيره بباقي أحياء ومناطق مدينة الموصل مترد ومتدهور بيوت أحياء بكاملها مدمرة ونفايات تكسو الشوارع ومياه آسنة راكدة في الطرقات بسبب غياب مد شبكات المجاري بحث رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج مع ممثلي الحكومة في لجنة 5 زائد 5 العسكرية الترتبات الأمنية المتعلقة بوقف إطلاق النار وذكرت حكومة الوفاق في بيان لها أن القائد الأعلى للجيش الليبي فايز السراج اجتمع مع ممثلي حكومة الوفاق الوطني في لجنة 5 زائد 5 وأشار البيان لأن السراج اطلع خلال الاجتماع على مستجدات هذا المسار وبحث مع أعضاء اللجنة تفاصيل الترتبات الأمنية المتعلقة بوقف إطلاق النار وعملية تأمين المنطقة والآلية التنفيذية على الأرض دعا لامينو العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ الدول الأوروبية إلى انتهاج موقف إيجابي خلال المحادثات المتعلقة بتركيا في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي وقال ستولتنبرغ هناك خلافات يجب أن نناقشها لكن في الوقت نفسه يجب أن ندرك أن تركيا جزء من الحلف والعائلة الغربية ونحتاج جميعنا إلى انتهاج موقف إيجابي أثناء النظر في الخلافات المتعلقة بتركيا في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي وشدد ستولتنبرغ على أن تركيا حليف مهم في الناتو وأنها تلعب دورا مهما في محاربة تنظيم داعش على حدودها مع سوريا والعراق أعلنت وكلة الأدوية الأوروبية عن تعرض وثائق تتعلق بلقاح فايزر بيونتيك المضاد لوباء فيروس كورونا للقرصنة خلال الهجوم الإلكتروني وقالت من المهم الإشارة إلى أنه لم يتم اختراق نظام بيونتيك ولا نظام فايزر في الحادث ولم نرصد قرصنة بيانة شخصية وأوضحت نحن بانتظار مزيد من المعلومات من التحقيق الذي تجريه وكلة الأدوية الأوروبية للتصرف بالطريقة المناسبة بما يتوافق مع القانون الأوروبي وقالت ناظرا إلى اعتبارات الصحة العامة البالغة الدقة وأهمية الشفافية نواصل توفير عناصر واضحة حول كافة أوجه تطوير اللقاح والمصاري التنظيمي نهاية الموجز مشاهدينا شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة